اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين حريصة على دعم كافة الجهود الدولية من اجل لماء وازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية اقليميا ودوليا نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم بحضور سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني معالي الدكتور ايال هولاتا مستشار الامن القومي الاسرائيلي والوفد المرافق وذلك في اطار انعقاد اعمال منتدى حوار المنمى 2021 حيث رحب سموه بمستشار الامن القومي الاسرائيلي واشار الى اهمية استمرار تعزيز العلاقات الثنائية على الاصعد المختلفة في ضوء توقيع اعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ ابراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المجهودة ويفتح افاقا ارحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية كما تم خلال الاجتماع استعراض المحاور التي تطرق اليها المنتدى والى اهمية حوار المنامى في تبادل الافكار والاراء حول المستجدات والتطورات في المنطقة والعالم بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة